موسم الحصاد والمصنع وشرق العوينات وتفقد الرئيس لهذه المنطقة بالكامل أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه في ضرورة حقيقية لجذب المستثمرين للمناطق الجديدة دي بل وزاد على ذلك إيه بقى؟ زيادة الكثفات السكانية في هذه المناطق قال يا جماعة ضروري نعمل أبحاث للوصول لمنطق زراعي جيد يلبي متطلبات السوق خد بالك هنا الرئيس بيحط إيده على نيرف على عصب شديد الأهمية منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق الرئيس يعلم جيدا أنه السوق تطلعاته يعني المستهلك تطلعاته دايما لما هو أفضل فأنا مش عاوز أبقى علشان ألبي متطلبات السوق مضطر أن أنا ألجأ للإستيراد أعملولي أبحاث علشان أنتج المتطلبات بتاعت السوق تبقى موجودة فلا أضطر للضغط على العملة الصعبة من ناحية تانية الرئيس قال أن إجمال الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتشكى بيصل إلى مليون فده يعني تقريبا المساحة المزروعة في ثلاث محافظة أو الله يقل كده خلونا نشوف الرئيس بالزبط قال إيه حجم المية اللي عملت على أساس المحطة إحنا حرسين على أن إحنا في شغلنا أولا نستفيد منه كله تمام وثانيا نستفيد منه بزراعات بنظم رأي حديثة وبزراعات حديثة أنا أقول للينا كلنا دلوقتي إحنا بنتكلم على ألف منطقة تشكى بنتكلم في حوالي 700 ألف فدان وإذا كان مستهدف 750 ألف كان مستهدف لما الفكرة تعملت تمام في الثمانينات على أن تشكى تطلع 700 ألف فدان ومهمة قوي وإحنا بنتكلم في النقطة إحنا عارفين 700 ألف فدان دول يسوي اثنين محافظة ولا أنا 700 ألف فدان يسوي اثنين محافظة يعني تقريبا المليون فدان اللي إحنا بنتكلم عليهم في شارع روانات وفي تشكى إحنا بنتكلم على ثلاث محافظات يتبقى حاجة تمام إزاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معنا هنا أو حتى عشان الكسافة السكانية اللي تبقى موجودة تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت إحنا عملنا الجهد أو المشوار الأسعى خلاص بقى إنا النهاردة قادرين على أن إحنا في فرص عمل لحوالي مليون فدان تقريبا تمام لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم أتصور أن العدد ده يزيد أكتر من كده وإحنا بالمناسبة حرصين على أن إحنا في هذا المجال كدولة أن إحنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية ترجمة نانسي قنقر